انت فين فين الفيزيون بتاعته عشان كده هنقدر فين نقطة مهمة اوش ما انا قلتها بردن برا ان احنا محشورين في حاجة اسمها الدور المصري بعندياتنا محشورين اللي هو الدورة هتأجل المطشاطة هتتلاعب النادي الفراهين بيعترض اصلاحنا التحكيم فيه مش عارف فيه مشكلة محشورين ممنظومة دي محشورين في الحتة دي حتة صغيرة اوش بس ياش بتاع الجامهير دي ماناش ده اوش الجمهور واللاولي ده قصة اتحاد الكورة هوا محشور معنا تاني والله الاصيل الان تلاتة ملايش دهوا بالتحاد الكورة خلي بالك انت جبت بني ادم انت المسؤول عنه مين اللي جاب المجتمع الكروي هوا مين اللي بيديد الكورة مش الرياسات الاندية كلهم كبيرة اكبر واحد فيهم باقصر واحد فيهم مش هما دول اللي جابوا الناس دي بتاعتب الناس دي انت عارف انت بتيكتب بلاي سيشن ده انت حد بلاي سيشن درقب يلعب بي شو انت اللي دي تقوله اتلوم على ايهاب الجليل ليه وهم اللي جايبين لا انا بص كابتر ايهاب جليل عشان بس الناس دي جايلي كزا تليفون وانا بهاجموا بتاع انا بتاكنكش كابتر ايهاب جليل خالص انا مش فق على اختياره لمنتخب مصر لان كابتر ايهاب جليل لو ازمتلي يعني اه طبع ان ارجعتني اللايسنس مفيش اللايسنس طيب النهاردة كابتر ايهاب جليل عشان ما بتيجي تمسكه فرق انت بتاعمل يعني انهاردة انا عايز انهاردة الخطة بتاعت ايه لكابتر ايهاب جليل ال 26 هينفع ال 26 هينفع لكن الوصول لكزا او حاجة مش هينفع ايها لان هو عنده ستايل بتاع الكورة بياخد وقت واحنا عارفين الكلام ده كويس كل احنا حافظين كابتر ايهاب جليل اول 5-6 متشاط بيبقاش ماشي كويس وبعد كده من النطش السابع او الثامن بيروح طارع فانا عارف الكلام ده ده بقى بيعمل ايه بقى لما يكون بيضرب كل يوم فرق يعني كل يوم عارف تسعى الصفحة بتاعة تمرين عشان الخطة بتاعته صح انت اعترفت عملكي على المنتخب مصر انه مستحيل هو على راسي كمدرب الدوري المصري وفي اي نادي مدرب كبير ومحترب طبعا جدا لكن هل هو وانتو بتدرسوا على الترابيزة يصلح ان هو يمسك منتخب مصر في الفترة دي ونعم بقى على الستراتيجي اللي انت احطيتها الستراتيجي الايه ستة عشرين ثمانية عشرين ثلاثين انت ببصها لقدام بقى لو ببصها تحت رجلة انت عايز واحد يقضي يشكت وتنفسي وتق وتمام او يجيب واحد اجنبي لكن واحد اللي بتدي من تحت من تحت